اهلا بكم الى مجهز اخبار الان سيطرت قوات سوريا الديمقراطية على مواقع جديدة داخل مدينة الرقة بعد معارك عنيفة في الجبهة الشرقية والغربية وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من اجتياز سور الرقة القديمة والدخول الى الاحياء القديمة واكدت مصادر عسكرية في قوات سوريا الديمقراطية انهم لجأوا الى اتباع تكتيكات وخطط جديدة مكنتهم من تعزيز تقدمهم وتكبيد داعش خسائر كبيرة كما تم السيطرة على قصر البنات داخل المدينة افاد المرصد السوري لحقوق الانسان بان طائرات مرواحية تابعة للنظام الاسد استهدفت باكثر من 15 برميلة متفجرا مناطق درع البلد وقرى وبلدات في ريف المحافظة لسيما في بلدة الانعيمة مساء الاثنين وذلك في خرق للهدنة التي اعلنها نظام الاسد في جنوب البلاد ويأتي التصعيد الجديد في المحافظة تزامنا مع انطلاق الجولة الجديدة من محادثات استانا حول سوريا تمكنت القوات العراقية مع فرق الدفاع المدني من انقاذ مدنيين غالبيتهم نساء واطفال دفنوا تحت ركام منزل تعرض لقصف في احدى مناطق المدينة القديمة للموصل مركز نينوى شمال العراق وفد مؤسس خلية شباب نينوى حكم اليدليمي بان تنسيقا بين الخلية والقوات العسكرية المحررة التابعة لجهاز مكافحة الارهاب اثمر عن انقاذ 22 شخصا من تحت الانقاذ بمنطقة النبي جرجس في الموصل القديمة كشف اللواء بجهاز مكافحة الارهاب مع ان استعد اليوم ان 150 مسلحا من تنظيم داعش الارهابي يقاتلون في الموصل القديمة مضيفا انهم محاصرون في منطقة ضيقة محادية لنهر دجلة فيما اكدت مصادر امنية ان ثمانية ازقة شعبية هي ما تبقى في قبضة التنظيم بالمدينة القديمة غرب الموصل اعلنت وزارة الداخلية السعودية استشاد رجل امن واصابة ثلاثة في هجوم ارهابي بحي المسورة في القطيف وصرح المتحدث الامني لوزارة الداخلية بانه صباح ثلاثاء اثناء توجه دورية امن لتنفيذ مهامها لحفظ الامن بحي المسورة بمحافظة القطيف تعرضت لهجوم ارهابي بواسطة مقلوف متفجر وبشرت الجهة الامنية التحقيقة في الجريمة الارهابية قرر البرلمان المصري تمديد حالة الطوارئ في عموم البلاد ثلاثة اشهر كما وافق على مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وكان السيسي قد اعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة اشهر في ابريل نيسان بعد مقتل ما لا يقل عن خمسة واربعين شخصا في تفجيرين انتحاريين استهدفا كنيستين خلال احتفالات احد السعف نهاية الموجز الى اللقاء اشتركوا في القناة